بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أضلالا فهي إلى الألقال فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم فدا ومن خلفهم فدا فأرشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما نحن نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزتنا بتالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنسنا الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تقيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسلنكم منا عذاب أليل قالوا خائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسبحون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم أهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة لي يردني الرحمن بغم لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينطبون إني إذا النفي ونال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جنب من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لنا جميع لدينا محورون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية له الليل نفلخ منهم النهار فإذا هم فظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك فقدير العزيز العليم والقمر قبرناه منازل حتى عابك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تبرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فمك يستعون وآية لهم أما حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا فريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا وانفاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين تفروا للذين آمنوا أنقع من لو يشاء الله أقعبه إن أنتم إلا في غنال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صابقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهله يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربه ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصلق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محورون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تذذون إلا ما كنتم تعملون إن أرحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيقان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا سراق مستقيم ونقل أول منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجدهم بما كانوا يكفبون ولو نشاء لقمثنا على أعينهم فاستمقوا السراق فهنا يبصرون ولو نشاء لمثقناهم على مكانتهم فما استقاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله ننكثه في الخلق أفلا يعطلون وما علمناه الشعر وما ينبغينه إنه وإلا ذكره وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القوم على الكافرين أولا يروا أما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رطوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة مع علمهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محورون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يشدون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نقفة فإذا هو خصيم مبين وغرب لنا مثلا ونفي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر عنى أن يخلق مثلهم بنا وهو الخلاق العليين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر